أحد الأخوة الزعماء يعني المفروض الاهتمام بالناس ومشاكل الناس والبلد أهم من السفارة القطرية والذهاب إلى كأس العالم وأخذ دفتر كامل من حضور مباريات كأس العالم وتصبح هذه امتيازات إلى السيد الزعيم الذي بدوره يعطيها إلى السادة النواب والمسؤولين والمتنفذين والحواشي ويقول لك الولد خطيئاً لكله لازمين سرع على موضع يحصلون تذاكر لكأس العالم يحضرون مباريات كأس العالم ويشوفون هاي الكرنفالات وهذا الشيء الجميل جداً في قطر صدق أبو المثل مني يقول قلب المايدر الهموم ينام ينام لأن ما لا علاقة بالضيام اللي يطلع يطلعين Pew человека الناس يشوف كأس العالم روحوا شوفوا retrospective سمعوا صريخنا وعاويننا ليه المعنهار شوفوا هذه المظالم كافي طرف بدل من أنوا أعطيها ما سواها تلكم سالكم عشرين سنة ما سواها تلكم دوري ما سواها تلكم كأس العالم ما سواها تلكم فريق ما سواها تلكم مدينة ما سواها تلكم رصيف ما سواها تلكم شارع بس حاينين انه انت شون تطلعون وشلون تتونسون وكل حدث بالعالم لازم ترحول لي الله يرحم ايام بيلاروسيا اولى المناشدات وخلي السيد الزعيم الراحل السفارة يشوف كأس العالم ويططي الولد امتيازات حتى يشوفون كأس العالم شوفوا هذا الطفل يقدر السيد الزعيم يمر على السفارة لو يمر على الخارجية لو يمر على الصحة ويهتم منه بهذا هذا هنبي صورة انتخابي سيادة الزعيم انتوا لا عبالكم انا ما ادري بيكم وحق لا اله الا الله كل شيء يوصني واكو قضايا مرات استحى اسولفها بس انتوا استحوا على انفسكم ومارسوا مسؤولياتكم تجاه اهلكم ومظاليم اهلكم واسبعونا لما نسولف اشتركوا في القناة